أهلا بك يا رو. أزاكري يا محمد. عمل ليه؟ كله تمام الحمد لله. طبعاً أنا بالنسبة لي الموضوع ده أحسن أن عاردة لو أبني تفرج على الحلقة سيجيله حالة من النيار العاصبي. يعني هو سيبتدي يقول لي مامي أنت أول حاجة قلتها في حياتي ما تعودش كثير على الفيديو جيمز. لا وده حقيقي صح ما يعودش كثير على الفيديو جيمز. أن أنت تحترف اللعبة ده مختلف أن أنت تضيع وقتك فيه. يعني فيه فرق كبير ما بين الموضوع ده. والناس بتخلط برضو ما بين أن أنت تضيع وقتك في الجيمز وأن أنت تحترفها. لا الموضوع ما أقولش علاقة الاتنين يمشوا مع بعض. مذاكرتك مهمة وأن أنت تبقى شاطر في لعبة أو أن أنت تحترفها لما تكبر ده حاجة تانية خالص. طيب إحنا أحكي لنا الموضوع إزاي أصلاً بدأ معك من الأول يا رو. أنا من وانا صغير كنت بعرف ألعب. يعني أنا بحب الكورة من صغري فكنت بعرف ألعب كورة. فكانت اللعبة اللي أنا كنت أحب ألعبها اسمها Pro Evolution. دي لعبة ما بقتش دلوقتي أجمع حاجة دلوقتي بقت فيفا. بس من وقت Pro Evolution وأنا عام ده 14 سنة كنت أخش بطولات وبكسب. أوكي. فلاقيت نفسي شاطر في الحتة دي فقعدت أخش بطولات وأكسب كتير. أول حد 2018 لما نقلت بقى أن أنا ألعب فيفا. كان بقى في حاجة اسمها إي سبورتز في العالم أنا ما كنتش عارف عنه بالصراح. أوكي. طيب إشرح لنا دقيب. أشرح لنا كده. هي دي الرياضة الإلكترونية أن أنت بتعرف تلعب جيم فبيبقى فيها احتراف زيها زي كورة القدم زي التنس زي كورة اليانت. زي أي رياضة. زي أي رياضة. أنت عندك موهبة في حاجة معينة في الرياضة ديت فبتحترفها. بتلاقي أن في نادي بيبقى عايز يتعاقد معك علشان اسمه يبقى مقترن بالرقم واحد مثلا أو حد. ورامي زي كده رياضات يعني أنت بتتدرب ومعاك مدرب ولا أنت بتدرب نفسك ولا إيه اللي بيحصل. في مدربين. في مدربين طبعا أنا بالنسبة لي في اللعبة بتاعتنا بيبقى المدرب دوره في أن. أنت لما بتلعب اللعبة أنت بتلعبها بكل حواسك. فأنت بتبقي دخلة فيها بكل أضائك. أنت بتفكري فيها في كل تنتوفة صغيرة. فالمدرب دوره إن هو لأ رامي خد بالك أنت بتعمل الحاجة الفرانية غلط صلحها. خد بالك أنت مثلا اللي قدامك بيلعب على حاجة معينة أنت مش واخبالك منها. وهكذا. ودوره بيبقى أكتر زهني. فإن هو يحضرني أنا للبطولات بقى زهنيا ونفسيا. ويبقى في نفس الوقت تقنيا في اللعب بممكن يوجهني شوية حاجات أهم. يعني هي زيها زي أي رياضة موجودة. ليها مدرب وليها معي التمارين. وليها أن أنت تكون مركز فيها وتبقى نين كويس ووكب كويس وكل حاجة. طبعا طبعا. كل ده وليها بقى حاجاتها الخاصة. يعني مثلا إحنا بنلعب بأيدينا. فبيبقى في حاجات مخصوصة لأن إيديك ما تبقاش زعل. لأن من التوتر والضغط. أنا عايز أقولك أن بيبقى في بطولات بيبقى في عدد جماهير مهول. الأستاذ متقفل. وهما بيتفرجوا على خمس أفراد بيلعب خمس أفراد. أو فرد بيلعب فرد. فالضغوطات دي بتخلي بأكيد فيه توتر. زي أي رياضة. زي أي رياضة بالزبط. فإحنا بيبقى لعبنا كله في إيدينا. فإنت في حاجة مخصوصة أن أنت تقعد تفرج فيها إيديك. علشان تبقى إيديك سخنا متبقاش سقعة. فرد فعلا كيبقى سريع وهكذا. موسيقى